بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي نلتقي اليوم حل تطبيقات الأضواء المتحررة على نص الاستماع إصرار سر نجاحي النشاط الأول استمع إلى الفقرة ثم أجب أحمد طالب في الصف السادس الابتدائي يتصف بأنه موهوب وذكي موهوب وذكي حاول أكثر من مرة أن يحصل على الدرجة النهائية في الاختبار الشهري للغة العربية يريد أن يحصل على الدرجة النهائية ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك وعندما اقترب موعد الاختبار النهائي لم ييأس وقرر أن يسعى ويحاول مرة أخرى يعني في المرة السابقة لم يحصل على الدرجة النهائية وأن يتعلم من أخطائه السابقة هذا هو صحيح أن نتعلم من أخطائنا كما قرر أن يأخذ بنصيحة معلمه الذي قال له اقرأ السؤال وافهمه جيدا إذن هو أعطاه عدة نصائح حتى يحصل على الدرجة النهائية يجب عليك أن تقرأ السؤال وتفهمه جيدا ماذا يريد حتى تجيب عليه إجابة صحيحة افهم السؤال ثم أجب فالفهم الصحيح للسؤال جزء من إجابته تقدم أحمد للاختبار النهائي وعندما ظهرت نتيجة الاختبار بعد أسبوع كان أحمد الوحيد الشخص الوحيد طالب الوحيد أو التلميذ الوحيد الذي حصل على الدرجة النهائية من بين أصدقائه وبذلك أدرك أحمد أن اليأسى سبيل الفشل والإصرار هو طريق النجاح اختر المراد بالكلمة قرر أحمد أن يسعى السعي هو معناه هنا للعمل أن يعمل السعي هو العمل والجد والإجتهاد بنشاط يعني كلمة السعي فيها نشاط وفيها حماس وهمة دع علامة صح وعلامة خطأ يتصف أحمد بالموهبة والذكاء نعم إجابة صحيحة ذهرت نتيجة اختبار اللغة العربية بعد أسبوعين خطأ قلنا بعد أسبوعين ما النصيحة التي وجهها المعلم لأحمد ما هي النصيحة؟ قلنا نصحه بأن يقرأ السؤال هذه هي نصيحة اكتبها أن يقرأ السؤال وأن يفهمه جيداً حتى يجيب عليه إجابة صحيحة فالفهم الصحيح للسؤال جزء من إجابته إذن هذه هي الإجابة إذن النصيحة تكتب أن يقرأ السؤال وأن يفهمه جيداً إلى آخر بعد ذلك ماذا كانت نتيجة الاختبار النهائي؟ ماذا كانت النتيجة؟ قلنا هذه هي الإجابة كان أحمد الوحيدة الذي حصل على الدرجة النهائية من بين أصدقائه وأدرك أن اليأس سبيل الفشل والإصرار هو طريق النجاح هذه هي الإجابة كاملة طيب بعد ذلك صوب الخطأ صوب الخطأ الإملائي فيما يلي أنت لاعب موهوب قلنا هذا تنوين التنوين لا يكتب نون هو ينطق نون لكنه لا يكتب نون إذن الخطأ نقول لاعباً أنت لاعب طبعاً هو تنوين بالإيه؟ تنوين بالضم لأن أنت مبتدأ وهنا لاعب إيه خبر وكذلك موهوب صفة إذن لاعب موهوب تنوين بالضم هكذا إذن هذا التنوين هو نون ساكنة نون ساكنة تنطق ولكن لا تكتب ننتقل إلى النشاط الثاني استمع إلى الفكرة عمر شاب في العشرينيات من عمره في العشرينيات يعني عنده عشرين وعشرين وهكذا تخرج في كلية العلوم بتقدير جيد وبعد ذلك أخذ يبحث عن فرصة عمل مناسبة له وفي بادي الأمر في بداية الأمر واجه بعض التحديات والصعوبات حيث وجد أن فرص العمل قليلة وأن أعداد العاطلين عن العمل كثيرة لم ييأس عمر وجلس مع نفسه يفكر في حل لهذه المشكلة مشكلة أن فرص العمل قليل أدرك عمر أن الحل يكمن في تنمية مهاراته الحل موجود في تنمية يجب عليها أن ينمي مهاراته طيب أن ينمي مهاراته طيب بعد ذلك تعلم المهارات الجديدة تعلم المهارات الجديدة التي يحتاج إليها سوق العمل وبالفعل بدأ عمر في تنفيذ ذلك وبعد شهرين تمكن عمر من الحصول على فرصة عمل مناسبة وأدرك أن الإصرار هو مفتاح لحل المشكلات ووسيلة لتذليل العقبات اختر المعنى الصحيح في بادي الأمر واجهنا بعض التحديات أي كلمة التحديات وفي بادي الأمر واجه بعض التحديات ما معنى كلمة التحديات هل هي الصعاب أم المشكلات أم العقبات طبعا كل الاختيارات صحيحة هي بمعنى كل هذه الكلمات طيب أكمل ما يأتي أخذا عمر يبحث عن فرصة عن فرصة ماذا؟ عن فرصة عمل عن فرصة عمل كانت فرص العمل كانت فرص العمل هو قال قليلة هكذا كانت فرص العمل قليلة هذه التاء تاء مربوط عليها نقطتان وفوقها التنوين بالضم وأعداد العاطلين عن العمل كثيرة بيزا قليلة وهنا أي كثيرة قليلة وكثيرة بيزا بينهما أي تضاد كلمتين عكس بعض بعد ذلك اذكر الحل الذي توصل له عمر طبعا الحل قلنا تنمية مهاراته وقدراته تنمية مهاراته وقدراته وتعلم المهارات الجديدة التي يحتاج إليها سوق العمل إبا هذا هو الحل ما الحكمة التي توصل إليها عمر في النهاية هذه هي الحكمة أن الإصرار أن الإصرار مفتاح لحل المشكلات ووسيلة لتذليل العقبات هذا هو الإصرار هو مفتاح لحل المشكلات ووسيلة لتذليل العقبات يبحث الطالب عن فرصة مناسبة التنوين هو نون ساكنة تنطق ولكن لا تكتب إذن تا وتحتها تنوين بالكسر كذلك هنا ننتقل يا أصدقائي بارك الله فيكم إلى النشاط الثالث استمع إلى الفكرة ذات يوم ذهب إبراهيم وسليمان ومصطفى لمشاهدة مباراة لكرة القدم كان إبراهيم يشجع الفريق الأول بينما كان سليمان ومصطفى يشجعان الفريق الآخر يعني بدون ذكر أسماني للفرق ويسخران من صديقهما إبراهيم وخاصة أن الفريق الأول قد خسر الفريق الذي يشجع إبراهيم قد خسر آخر مباراة له عندما لعب أمام الفريق الآخر الذي يشجعه سليمان ومصطفى أخبر إبراهيم صديقيه أن فريقه قادر على الفوز بهذه المباراة رغم كثرة اللاعبين المصابين في لعيب كثير مصابين في الفريق التي يشجع إبراهيم لم يتفق معه سليمان ومصطفى حول ذلك لم يوافقوا على هذه الفكر بدأت المباراة ولم يمر سوى ثلثي ساعة حتى أحرز نادي الفريق الآخر وهو فريق من؟ سليمان ومصطفى أول هدف له واستمرت المباراة هكذا حتى اقتربت نهايتها وفي هذه الأثناء تمكن الفريق الأول الذي يشجعه إبراهيم تمكن من إحراز ثلاثة أهداف بإذن الفريق الآخر سجل أول هدف بعد ذلك الفريق الأول سجل وأحرز ثلاثة أهداف وقد حدث ذلك بعد إصرار إصرار كبير من لاعبه على تحقيق الفوز وبالفعل انتهت المباراة بفوز الفريق الأول الذي يشجعه إبراهيم وأدرك سليمان ومصطفى أن العبرة ليست بالبداية إنها حكمة مهمة أن العبرة ليست بالبداية وإنما بالنهاية كما أدرك الأصدقاء جميعا أن الإصرار يكلل دائما بالنجاح اختر المعنى الصحيح الإصرار ما معنى كلمة الإصرار إنه الثبات الثبات على الشيء طيب أكمل ما يأتي الإصرار دائما ما يؤدي إلى النجاح طيب العبرة كما قلنا ليست بالبداية وإنما بالنهاية إبايا العبرة ليست بالبداية وإنما العبرة بالنهاية متى أحرز متى أحرز أو سجل الفريق الآخر أول هدف في المباراة كلنا سجله بعد سلس بعد سلس بعد سلسي ساعة بعد سلسي ساعة دلل من الفقرة هذه الدليل على أن الإصرار الإصرار أن الإصرار يكلد دائما بالنجاح ويختم بالنجاح طبعا الدليل عندما أصر عندما أصر اللاعبين على إيه؟ على ماذا؟ عندما أصر اللاعبون على تحقيق الفوز أو ممكن أن أقول أحرزوا ثلاثة أهداف إذن الإصرار هو الذي سعى بهم إلى ذلك أو وصل بهم إلى ذلك استخرج من الفكرة كلمة بها تنوين بالفتح مثلا كلمة خاصة تنوين بالفتح ومثلا كلمة جميعا اكتب مثلا كلمة جميعا وكلمة خاصة كلمة بها تنوين بالكسر مثلا كلمة أهداف ثلاثة أهداف وكذلك مثلا كلمة مباراة كلمة مباراة هذه مباراة أو أي كلمة أخرى بها تنوين بالكسر نكمل بعد ذلك النشاط الرابع استمع إلى الفكرة منذ أسبوع أجرت مدرستنا مسابقة للجري بين طلاب المدرسة هذه مسابقة جري وخصصت مكافأة كبيرة لمن يحصل على المركز الأول في السباق جاء يوم المسابقة واستعد جميع الطلاب لهذه المسابقة بدأت المسابقة وجرى الطلاب جميعا استمر السباق مدة عشر دقائق وفي أثناء ذلك تعثرت قدم أشرف التلميذ أشرف وقع على الأرض ورغم ذلك لم يتوقف أحد لمساعدته على النهوض مرة أخرى لكنه لم ييأس طبعا الجميع لم يتوقف لأن الجميع يجري في السباق لكنه لم ييأس أشرف ولم يتخلى عن حلمه بالفوز ونهض صريعا وأكمل السباق وجرى بأقصى سرعته وفي النهاية تمكن من الوصول إلى خط النهاية قبل الجميع وتسلم الجائزة الكبرى من المعلم صلاح اسم المعلم الأستاذ صلاح وبذلك ضرب أشرف مثلا للإصرار والسعي المستمر نحو النجاح اختر المعنى الصحيح أجرت مدرستنا مسابقة ما معنى كلمة أجرت يعني أقامت وليس معناه الجري ضع علامة صح وعلامة خطأ خصصت المدرسة مكافأة كبيرة لمن يحصل على المركز الأول نعم صحيح كانت مدة السباق كما كلنا ليست خمس ولكن عشر عشر دقائق السؤال التالي ماذا حدث لأشرف في أثناء السباق كنا أنه تعثرت قدمه ووقع على الأرض اكتب هذه الجملة كيف نجح كيف نجح أشرف في الحصول على الجائزة الكبرى نقول أنه لم ييأس من أول هنا نقول أنه لم ييأس ولم يتخلى عن حلمه بالفوز ونهض سريعا وأكبل السباق وجرى بأقصى سرعته وفي النهاية تمكن من الوصول إلى خط النهاية قبل الجميع وتسلم الجائزة الكبرى يبقى له من المعلم صلاح يبقى إذن نكتب هذه الجمل كاملة بعد ذلك صور ما تحته خط التصويب تصويب الخطأ وتصحيح الخطأ ذهب السائح إلى الإسكندرية ذهب الخطأ هنا في التنوين لماذا؟ لأن الإسم المعرف بأل لا ينون إسم المعرف بأل لا ينون فنقول ذهب السائح نضع ضمه واحدة فقط وليس الضمتين خصصت المدرسة للفائزين من الطلاب ماذا خصصت؟ خصصت مكافأة كبيرة مكافأة هكذا يكتب هكذا التنوين وليس نون هذه خطأ النون هذه خطأ مكافأة كبيرة بأذن التنوين كما نكرر هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة فهي تنطق ولا تكتب تابع معي شرح وحل الدرس التالي من القواعد الإملائية وهو عن درس الشت الشدة وهو درس مهم تابع الشرح ثم حل التدريبات وفي النهاية أشكرك يا صديقي على حسن استماع وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح ولا تنسى في النهاية أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك على مواقع التواصل المختلفة شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء